السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه العملية تأتي في إطار مواكبة التلميذات وتلاميذ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم وكذا لمساعدتهم على تخطي صعوبات التعلم وتقليص نسبة المتعطلين منهم بالاعتماد على حصص الدعم والمعالجة قبقا لأهداف خالطة الطريق 2022-2026 ذات الصلة بتحسين جودة التعلمات وتنمية المكتسبات أخدا بعين الاعتبار فروقات المتعلمات والمتعلمين بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية ودعت الوزارة تلميذات والتلاميذ المعنيين والراغبين في الاستفادة من حصص الدعم التربوي إلى التسجيل لدى إدارة المؤسسة التعليمية العمومية التي يدرسون بها من أجل تحديد المواد المعنية بالدورة الاستدراكية والتي يرغبون في تلقي حصص الدعم بها